موقفنا من قضية التعدي على الشعائر الحسينية إننا نرى أن التعدي يأتي في سياق الاستهداف الطائفي الذي لم يتوقف وأنه استهداف الغرض منه هو إركاع الشعب البحريني الأصيل وإذلاله وهو تعدي لا يمكن السكوت عنه وأن شعب البحرين بجميع فئاته وأطيافه مطالب بالرد على هذه التعديات بكل ما أوتوا من إمكانات وقدرات وأن لا يسمح للسلطة بالتمادي في هذا التعدي وأن السكوت عن هذه التعديات قد يغري السلطة وعلى العلماء والنخب في البحرين وخارجها تحمل مسؤولياتهم تجاه هذه القضية ترجمة نانسي قنقر